على منصات التواصل الاجتماعية الامريكية لا عنوان يصنع تراندا ويطلع على بقية العناوين اكثر من هذه الكلمة ميفي بريستون فماذا تعني ميفي بريستون هو عقار اجازته ادارة الغداء والدواء الامريكية كاقراص لانهاء الحمل بشكل امن اي الاجهاد هذا العقار تحول الى عنوان لمعركة اخرى يتدخل فيها الصحي بالعقائدي والسياسي هي معركة مفتوحة بين الجمهوريين والديمقراطيين تستخدم فيها كل الاسلحة ومنها سلاح القضاء معركة الاجهاد الذي يعارضه الجمهوريون بشدة بينما يتبنه الديمقراطيون من هنا كثافة تعليقات وتغريدات السياسيين الامريكيين بخصوص هذا العقار في ردود فعل كثيفة جدا بعد قرار قاضي فيدرالي حضر ميفي بريستون القاضي ماثيو كاسماريك قاضي فيدرالي في ولاية تيكساس يعتبر حسب العديد من التغريدات من انصار الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب هو صاحب قرار منع العقار الذي اشعل حربه حيث صارعت عدد من الولايات الديمقراطية الى اعلان تخزين العقار بينما اكدت ولايات جمهورية الالتزام به واولها ولاية وايومينغ نائبة الرئيس جو بايدن كامالا هاريس اعتبرت في تغريدة لها قرار المنع بانه منع للمرأة من حقوقها على جسدها بعض التغريدات اعتبرت ان مسألة الدواء يجب ان تكون بين المريض والطبيب وليس اختصاصا للقضاء بينما صارعت وزارة العدل الامريكية الى السئناف قرار القاضي الفيدرالي معتبرة ان القرار يقوض التقييم العلمي لوكالة الغداء والدواء الامريكية ويلحق ادا كبيرا بالنساء وفي انتظار حسم المعركة القضائية تستعر حرب كلامية شديدة على منصات تواصل الاشمعية الامريكية بين طياري التقدميين والمحافظين خاصة ان الامر مرتبط كذلك بالمعركة الانتخابية الرئاسية المقبلة